اشرقي يا شمس لنا باشتياق للصباح يومنا يوم جديد شق أثواب الكفاح غنت الأطيار لحنا عنقت وجه السماء تبعث الشوق إلينا عبر ألحان الغناء كلنا فألحان الغناء كلنا فأل جميل ووئام وسلام ينشر المشرة في فجر جاء من بعد الظلام يوم جديد ينشر المشرة في فجر جاء من بعد الظلام بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعودا حميدا حياكم الله في إطلاية جديدة لبرنامجكم يوم جديد بعد انقطاع كان بسبب موسم الحج نستطيع أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل يومنا الجديد يطل عليكم بالعديد من الفقرات ولعل بدايتنا كانت رغبة تحقيقا لرغبة كثير من المشاهدين باستضافة الشيخ فايز الكثامي خبير التداوي بمنتجات النحل التساؤلات كثيرة واسم البرنامج وصلنا في أسئلة غير الأسئلة التي تصل بشكل دائم خلال الفترات ونحن نحاول أن نستضيف الشيخ من فترة إلى فترة حتى نجيب على أسئلتكم واستفساراتكم بقدر المستطع إن شاء الله مستشارنا اليوم للشيخ فايز نجيب على ما نستطيع من الأسئلة التي وصلت إلينا وسائل التواصل الاجتماعي تحمل في طياتها العديد من الأمور المتجددة والأخبار والمقاطع والصور الزميل عبد الرحمن بأوزير رصد لنا مجموعة في فقرته المعتادة الراصد مختارات من قنوات اليوتيوب الزملاء اختاروا لنا كذلك بعض البقاطع والزميل عوض البكاري أعد لنا بعض الأخبار الصباحية التي طالعتنا بها صحف هذا اليوم قبل أن نبدأ لعلنا خير ما نبدأ به في يومنا الجديد إشراقة قرآنية ثم نعود يوم الجديد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير نحن في عالمنا المادي هذا نستدل بما نعرف على ما لا نعرف ونستدل على ما نشاهد على ما لم نشاهد نعم نحن نعرف أن الرواد الفضاء يقطعون مئات الألاف من الكيلومترات وهم يركبون القبر الصناعي ليصلوا إلى القمر أو إلى ما سواه فدل ذلك على أن هذه المسافات التي يقطعها هؤلاء إنما هي مؤسرة للبشر هذا في عالم البشر فإذا قال الله لنا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله فما الغرابة في ذلك لأننا سلمنا للإنسان أنه يصل إلى القمر في مسافة محددة وهي تبعد مئات الألاف من الكيلومترات فإذا سلمنا واعترفنا بأن البشر لهم قوة ولهم طاقة ولهم إمكانيات يقطعون بها مئات الألاف من الكيلومترات فلماذا لا نسلم لله فيما أعلن عنه بقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده لكن أعمال البشر معقولة والعقل يتكيف فيها لكن أعمال ربنا لا يحكمها العقل ولا يكيفها العقل ولذلك ابتدأ جل وعز هذه الصورة الكريمة صورة الإسراء أو صورة بني إسرائيل بقوله سبحان نزه نفسه وعظمها بهذه الصيغة صيغة فعلان لتعلم أن ما سوف تستقبله مما يأتيك من الكلام لا يدخل تحت تقديرك ولا تحت تكيفك العقلي وإنما عليك أن تسلم لطلاقة القدرة الإلهية والعظمة الربانية في فعل ما يعجز عقلك عن إدراكه فسبحان من هذا فعله والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنشر البشرى في فجر جاء من بعد الضلاء جاء من بعد الضلاء أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام تذكيرا بأننا سنستقبل تساؤلاتكم واستفساراتكم للشيخ فايز الكثامي عبر وسم البرنامج يوم جديد في تويتر زميلنا الراصد عبد الرحمن بوزير الرصد لنا أربعة نقاط أساسية التغريدة الأولى وهي الأكثر لتويتر كانت مساءة بارحة كانت هذه التغريدة هي إحدى تغريدات المبتعث الشعودي عبد الله القاضي الله يغفر له يرحمه الذي وجد مقتولا في كاليفورنيا في يوم الجمعة وكانت هذه التغريدة كتب فيها رحمه الله اللهم اسعدني أكثر مما تألمت وأرحني أكثر مما تعبت ولا تخيب آمالي فأنت حسبي ونعم الوكيل هذه التغريدة حصلت على أكثر من تقريبا ثمانية ألاف لتويت يعني الشاب عبد الله القاضي عليه رحمة الله كان هو مدار حديث أدوات التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع الماضية أو الأسبوعين الماضية إثر فقدانه نسأل عجل أن يغفر له ويرحمه وما كتب عن هذا الشاب يعني خير دليل في صلاحه وفي يعني أدبه وأخلاقه وكل من عاشر وكتبت فيه قصائد تناقلوا الناس أخباره ولعل هذا من عاجل يعني بشر المؤمن نسأل الله عز وجل يعني شهادة الناس له بل خير نسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه وأن يسكنه الفردوسة الأعلى من الجنة كذلك كانت من منشورات على الفيسبوك كانت منشور أو كتابة جميلة تتحدث عن نهاية العام هذه الكتابة يمكن حققت أكثر من مائة مشاركة خمسمية إعجاب كانت في صفحة الشيخ علي الطنطاوي شوف تأمل معي يقول ينقضي العام فتظن أنك قد عشته وأنت في الحقيقة قد مته عمرك ينقص فلماذا تحتفل هذه لفتة من الشيخ علي الطنطاوي في هذه الصفحة التي تنقل قديم كتاباته رحمه الله وهو من كما يقال عنه أديب الفقهاء وفقيه الأدباء كتاباته متجددة وتجد أنها تعايش كثيرا من الواقع هو يلفتن بعض الناس قد يحتفل مثلا بعيد بلاده وما يدري أن هذا العام الذي انصرم من حياته أنه عام قد ماته فلماذا يحتفل فيه على أنه عام من حياته وهذه لفتة من الشيخ بأسلوبه الأدبي الراقي نسأل الله عزيزا أن يغفر له ويرحمه من الهاشتاغات الأدبية النشطة هذا الأسبوع التي تفاعل معها المغردون بأكثر من سبعة آلاف تغريدة هاشتاغ جميل اسمه دولاب إبداع هذا الهاشتاغ كما هو واضح على الصورة عبارة عن تغريدات مصورة وهذه التغريدات عبارة عن عبارات شعرية مبتكرة تم تكوينها من الكتب التي يحتويها دولاب المغرد مثلا شوف غير حياتك اليوم على خطة نبي يحاولون أنهم يصيغون فيها قواعد العشق الأربعون تحت أقدام الأمهات يعني من أسماء الكتب يشكلون بعض العبارات وبعض الأبيات التي يمكن أنها تشكل معنى من أكثر من كتابه كما وسموه بدولاب إبداع وهو بحق دولاب إبداع ولا نزال في الدواليب انتشرت البارحة عبر الواتس أب صورة مؤلمة جدا وهي تحكي لنا شيئا مما حكاه القرآن دولاب مصاحف صورة مصحف نسجت عليه العنكبوت خيوطها دليل لهجران تلك المصاحف وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورة الصورة أكثر تعبيرا أنا ما أتوقع أنه يوم من الأيام شفنا صورة مثلا جوال أو جهاز من أجهزة الأجهزة الذكية قد نسجت عليه العنكبوت خيوطا دليلا على هجراننا ولكن القرآن نسأل الله يجب أن يغفر لنا كثير مننا لا يتذكره إلا في الموسم رمضان في مواسم معينة نهاية أسبوع وبعض الأحيان قد تأتي فترات طويلة ونسأل الله أن يغفر لنا تقصيرنا لو إثمان بن عفان كان يقول والله لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم بالفعل نحن قد نتأسف كثيرا لحالنا أن حياة القلوب قد ننساها ونهتم بحياتي الأبدان كثير مننا ما يقدر يعني يوم يومين ندس بدون أكل بدون شرب لكن حياة القلوب قد نغفل عنها كثيرا نسأل الله أن يغفر لنا تقصيرنا والحديث عن هجر القرآن طويل لكن برنامجنا في العديد من الفقرات ما نقدر نطول لكن إن شاء الله نحاول أن يكون لحديث حياة القلوب مع القرآن إن شاء الله نصيبه من برنامجنا في يوم جديد ماذا اختار لنا الزملاء من اليوتيوب نطالع ثم نعود للجلسة مع مستشارنا الشيخ فايز القثامة ابقوا يا شيخ قل لي كيف ترتاح النفس في هذه الدنيا لن ترتاح من قال أن الدنيا راحة علم خلق الإنسان في كبد في تعب مشقة أصلا أنت تولد تعاني من الإرضاع ثم تعاني من الفقام ثم تعاني من المشي والسقوط ثم تعاني من تلعثم الكلام ثم تعاني من أستاذك وضربه ثم بعد ذلك تعاني من كد الحياة والزوجة ثم تعاني من الأبناء ثم تعاني من هم الأبناء والبنات ثم من أحفادك ثم تموت فمن قال أن الدنيا فيها راحة لهذا راحة عقلك ونفسك تشتريها إذا علمت ثلاثة أمور راحة قلبك وعقلك تغنمها وتكسبها إذا علمت ثلاثة أمور لا سلام من الناس أنت لست في الجنة سهام الناس ستأتيك ستأتيك ولو جلست في بيت أبيك ستأتيك لأن الله عز وجل أول نعمة يمتن بها على أهل الجنة ونزعنا ما في صدورهم من غل دل على أن ما قبل الجنة يوجد هذه البثرة واضح؟ لهذا ثلاثة أمور ضحها هنا واكتبها في حياتك يوميا على سيارتك على مكتبك على جهازك في كل مكان لا سلام من الناس ولا راحة في الدنيا تعب رزق لن يأتيك رزقك وأنت تجلس في بيتك على طبق من ده ستتعب وتكب وتعمل وتشقى حتى تنل لقيماته وباله إذن نعيد ثلاثة أمور لا نجا من الناس ولا راحة في الدنيا ولا نجا من الموت ستموت ستموت إذا أنت أخذت هذه الأمور الناس ستؤذيني مع السلامة دعهم يؤذوني الدنيا لا راحة فيها إذن سأعمل وأتعب ولا أطلب الراحة إلا في الجنة بإذن الله لي ولكم واضح ولا نجاة من الموت إذن سأعمل لما بعد الموت لا لما قبل الموت لهذا يجب أن تعمل لما قبل الموت أشياء توصلك للموت وأنت على خير حتى الذي عملته فيما قبل الموت ينفعك بعد الموت نحن الآن ما مصيبتنا نعمل قبل الموت كأننا نخلت ولا نفكر فيما بعد الموت نعمل كل أعمالنا التي نعملها في الحياة الدنيا لما قبل الموت إلا من رحمه رب لهذا لا تقول لي كيف ترتاح النفس لا تأنس النفس إلا بالقرب من الرب لهذا من عجائب القرآن يا أخي القرآن قلت لك من لا يؤدي بالقرآن لا يؤدي به شيء هذا القرآن يعلمك أن تنشغل به يا لذا رأيت الرجل لا ينشغل بالقرآن يعلم أن الله قد ما كر به واضح؟ من عجائب القرآن وروعة القرآن أنت لما تخاف الحرب تهرب من الدولة من الوطن تخاف من الغرق تهرب من البحر تخاف من الأسد تهرب من الغابة تخاف من المرض لا تنزل في دياء فيها مرض تخاف من الفقر تجمع المال يعني تفر من الأشياء التي تخاف منها إلا الله إذا أنت كنت تخشى الله وتخاف من الله فر إليه قال تعالى ففروا إلى الله لأنه لا نجاة ولا مهرب ولا ملاغ من رب العزة لهذا كل شيء في العالم تخاف منه فر منه إلا رب العباد إذا خفت منه فر إليه واضح؟ نعم يعني لا تطلب الراحة طالما أنت تتنفس لا راحة نعم يوم جديد أهلا وسهلا بكم مجددا مشاهدين الكرغام وما زلنا في برنامج يوم جديد وفقرة المستشار معنا حبيبنا وشيخنا الشيخ فايز بن محمد القثامي خبير التداوي بمنتجات النحل حياكم الله شيخنا الكريم الله يبركيك حافظك الله رعاك الله يسعدك شيخنا الكريم شيخنا الكريم أممكن نحن بناخد في البداية كذا موضوع هو يشمل جزء كبير من الأسئلة اللي دائما تريد إلينا ويعني بشكل متكرر ولعلنا من خلال الحديث في هذا الموضوع نجيب على مجموعة من التساؤلات بعد كده نجي لأسئلة الجمهور التساؤل كان يتحدث عن العلاج بمنتجات النحل بشكل عام في عملية التوقيت متى يبدأ العلاج بمنتجات النحل في بعض الأمراض نسمع مثلا المتخصصين في العلاج بالعسل ومنتجات يقول والله تأخرت شوية في بعض يقول والله ممكن الآن يكون هناك فائدة لاستخدام العسل في شيء يقول والله مزمن ما حينفع لكن الأمل بالله ونحن ممكن نعمل على جانب التخفيف أنا أبغى أخذ كده بس وصف عام في التوقيت الزمني لبداية العلاج بمنتجات النحل الحمد لله أولا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أولا هذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن من علينا بهذه النعمة العظيمة نعمة العسل ومنتجات النحلة والتي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وأوحى ربك إلى النحل ما بالك بحشرة يوحى إليها كيف مقامها أوحى إليها العظيم الجبار كيف مقامها عنده وكيف يكون ذاك التكريم بالوحي الإلهامي الذي ألهمها إياه العسل ومنتجات النحلة جملة تعتبر في المرحلة الأولى هي وقائية واستخدامها كوقاية له فوائد كثيرة جدا مثل ما نحن فيه في هذه الفترة نحن في هذه الفترة ننتقل من فصل الخريف إلى فصل الشتاء هذه الفترة المرحلية التي لها تأثير على جسم الإنسان أي إن كان سنه كبيرا أو صغيرة في تغير المناخ تجعل هناك بعض الأعراض لمن هو عنده نقص في جهازه المناعي أو عنده ضعف أو هو قابل للمرض فهذه الفترة هي أنسب ما يكون أن ينتظم الشخص فيها على جرعات بسيطة من منتجات النحلة ينتظم عليها طوال فترة الخريف حتى يدخل عليه الشتاء فإن تعد الشتاء فهو بإذن الله يكون في خير حال بمشيئة الله سبحانه وتعالى إذا نظرنا لشأن المرض وكيف نتعامل معه في حال وقوعه طبعا المنتجات النحلة وقائية جميل هي في الأصل وقائية وغذائية دوائية جميل فهي لو أخذ منها الإنسان بقدر ما يأخذ لن يكون لها آثار سلبية أو جانبية ولو أقل من ذلك أو حتى تركه لا يؤثر عليه ذاك التأثير إلا في حال نقص مناعته وضعفه فأخذه بانتظام خاصة لمن يرى في نفسه في فتل هذه تغيرات الفصول أخذه بانتظام جرعة واحدة في اليوم أو ما شابه ذلك يجد نفسه في صحة ونحن نستند في هذا الأمر على بحث قام به الدكتور حسين محضار في جامعة الملكة عبدالعزيز تقريبا عدة سنوات واجتمل البحث هذا على أربعين فرد ما بين ذكر وأنثى وكان البحث على الأصحاء جميل مو عن المرضى على الأصحاء وشارك في البحث جامعة الملكة عبدالعزيز مستشفى الجامعي والمستشفى الملك فهد العام كان منتجات النحلة بنعطيهم في اليوم أربعين قرام من العسل أنت شاركت معهم أنا شاركت معهم كوجهة نظر وكمباشر وكمموين للمشروع موينت المشروع وقمت مع الدكتور ومباشرنا العمل وكانت تحاليل أسبوعية لكل فرد وكان كل فرد يأخذ أربعين قرام من العسل طبعا العسل معروف مصدر العشبي معروف قيمة الدوائية وحلل تحليل كامل ونلاحظ النتائج على الجهاز المناعي فالحمد لله خرجوا بنتائج عالية جدا هؤلاء الأربعين عندما قرنوا بعشرة كانوا هم خمسين عشرة كانوا من ضمن المجموعة ولكن لم يأخذوا للمقارنة عندما قرنوا بالعشرة وجد أن هؤلاء الأربعين وعلى مدى ثلاثة شهور متابعة لم يصابوا بأي وعكة صحية وهم أنتظموا فقط لمدة 21 يوم كل يوم كان يأخذ أربعين قرام يعني ما يعادل ملعقتين من العسل فانظر إلى هذا العطاء هذا العطاء الوقائي يعني هذه حاجة كويسة جدا من يصل إلى هذه المرحلة حتى بل بعضهم كان يعاني من بعض المشاكل مثل النساء في أثناء الدورة وغيرها من الذين شاركوا في كانوا أفضل حالا وأحسن حالا هذه واحدة كوقائية هذا المرحلة الوقائية هذه ما لها تزمين يعني الإنسان يستمر فيه سواء كان مريض سواء كان طيب يستمر بها نعم والنصيحة نحن ننصح جملة الناس أنه يعني الشخص يضع النفسه في اليوم لو ملعقت عسل واحدة في كوب ماء يأخذها الصباح أو يعطيها لطفله قبل أن يذهب إلى المدرسة بإذن الله ترفع مناعته ويظل بصحة طيبة مشيئة الله سبحانه وتعالى أن لم يكن هناك عارض آخر إذا انتقلنا إلى النقطة الأخرى وهي نقطة الإصابة بالمرض جملة العسل يعتبر ومنتجات النحلة تعتبر مادة مدعمة لأي علاج يأخذه المريض لا يمنع أنك تذهب إلى المستشفى تشخص حالتك وتأخذ ما يعطيك ياه الطبيب من علاج وتأخذ من منتجات النحلة ما ينفعك وستجد التفاعل أسرع عندما تأخذ العسل وتأخذ العلاج سيكون هناك تفاعل أسرع واستجابة للجسم أسرع في أي أشيء أنواع الأمراض التي ممكن يصاب بها ما عدا بعض الأمراض إلا هي فعلا بتحتاج تركيز أكثر طبعا إذا المرض استشر في جسم الإنسان وتقدمت الحالة من الممكن في بعض الحالات وبعض الأمراض مثلا أمراض الكبير أمراض الجهاز الهضمي أمراض الجهاز التنفسي الضعف الجنسي نقص الحيوانات المنوية إلى آخره أمراض المناعية حتى وإن تقدمت إلى حد ما منتجات النحلة بتساعد مع أخذ للعلاج بتساعد على استجابة الجسم بشكل طيب وشكل جيد وارتقاؤه إلى أن يبدأ يقاوم الجسم تلقائيا ما لم يكن هناك معوقات أخرى والموضوع واسع طبعا في حالة أن المرض تقدم جدا وتعمق في جسم الإنسان وفي أنسجته الشيء بيرجع إلى الله سبحانه وتعالى والله هو على كل شيء قديم ونحن نستشفي بكلام الله وبتوجيهات الله ونعلم أن الطب والعلم جملة ما هو إلا توارث وتراكم معلوماتية على مر الدهر والسنين أما ما وجهنا إليه الله سبحانه وتعالى فليس فيه شك ولا ريب أنه هو توجيه إلهي نأخذ به ونؤمر به ولا نقبل فيه أي حديث جميل طيب كده يعني أنا أفهم من حديثك أنه يعني هو مستمر لا يتوقف تماما قبل أثناء حتى لو كان مزمنا وتقول أنه يعني نحن نستخدم العسل حتى يعني في مشاندة حتى لو ما قلت للطبيب أني ترى أنا أخذ عسل هل تقصد أنه أخذ العسل اللي ما هو لازم حتى نستشير فيه الطبيب هو عملية الجرعات ما هو العمليات الموضعية يعني مثلا بعض الجروح مثلا في العين في الأذون يعني هذه ليست على إطلاقه يعني مثلا واحد عنده التهاب ما على طول نقول له حط يمكن يكون فيه ضرر يمكن ما فيه يعني بالأمس أنا كنت مثلا في أحده تواصل أدوات تواصل معي أحد الأطباء يقول أنه جاء له مريض أو مريضة فيه شطط في القرانية وتقول والله أنا تكحلت بالعسل هل طريقة الكحلة اللي هي سوتها صحيحة وإلا ما هي صحيحة لابد مراجعة الطبيب لأنه هذه أمر حساس جميل ولا يستخدم في هذه الحالة أي نوع من العسل لابد أن يكون استخدامه في مثل هذه الأشياء يعني أشياء الموضعية الموضعية مثل العمليات العين الجروح الجروح العميقة بعض الأمراض اللي بتحتاج فعلا يعني استشارة الطبيب لابد أن يأخذ من نظرة الطبيب والطبيب المتفهم المتوسع الأفاق يستطيع يفتي في مثل هذا جميل في حين برضو حتى نحن نفس الأطباء اللي نحن نقول نشوف تصنيفهم يعني في بعضهم يعني قد لا يتقبل التدخل يقول لك رجاء أنت يمشي معي في الكورس هذا لا تدخلني كده ولا تدخلني كده في بعضهم يقول لك يعني عادي بس أنت هم شي تلتزم بهذا هذا يرجع لحسب ثقافته يعني حتى في من هم معنا من أصحاب الطبيب البديل كثير منهم يرى بنفس المرآة ولكن أنا لا أرى ذلك أنا أرى أن الهدف هو شفاء هذا الإنسان جميل سواء كان عن طريق الطبيب أو عن طريقي أنا أنا عندي هدف فإذا اتحدنا الطبيب ومن هو معه البدائل الطبية الأخرى من الطب البديل إذا اتحد واتفق على منهج معين في شفاء أو في متابعة هذا المريض حتى يشفيها الله سبحانه وتعالى هذه هي المراد هذا هو المراد جميل طيب خليني أنا أبدأ والله لسلك كثير أنا أخاف أبدأ بالقديم ولا الجديد شوية أقول أبدأ بالقديم شوية أقول أبدأ خلنا أبدأ بواحد قديم وواحد جديد يعني بعضها وصلتني الآن للتو وفي بعضها من يعني من فترة وبعضها من أمس بدأوا من يوم ما أعلننا عن الحلقة مثلا هذا يمكن شوية سؤال غريب كيف يكون العسل شفاء لمن يعاني مثلا من ثقل في اللسان أو صعوبة في الفهم والحفظ والإدراك يمكن ثقل اللسان شيء والحفظ والإدراك شيء ثاني يعني بعض الطلاب أقول لك أنا ودي صراحة أشعر أنه في فهل للعسل في الحفظ والفهم والإدراك نعم منتجاتا نحن جملة لها تأثير على خلايا الجسم تنشيط وظائف الكبد تنشيط خلايا الكبد بالتالي لها تأثير على الخلايا الدقيقة في المخ طبعا موضوع الإدراك وقوة الحافظة وطلاقة اللسان له أسباب كثيرة جدا تأثر عليه ولكن نحن في العلاج منتجات النحلة لدينا عناصر كثيرة نستطيع أن نعالج بها مثل هذه الحالات نسع النحل يعطي نتيجة طيبة في ثقل اللسان أو عدم انطلاقته إذا كان مرتبط بالجهاز العصبي أو بالعضلات أما إذا كان مرتبط بأوضاع نفسية أو خلايا في المخ متأثرة فله وضع آخر العسل الغذاء الملكي حبوب اللقاح البروبليس كلها لها تأثيرات إيجابية سواء بالدهن على الرأس أو الأخذ عن طريق الفم أو الوخذ بلسع النحل فهو يستفيد يعني لها تأثير بإذن الله يستفيد ولا يمنع أنه يتابع مع طبيبه وحتى يقيم حالته بشكل أفضل نجي المشكلة المعضلة التي دائما ما تتكرر موضوع العسل الجيد أين نجده؟ وبالذاته ما يقوله نحن نشوف في المحلات في السوبار ماركتات في عسل تحصل شيء مكم ثلاثة ريال وشيء بثلاثين وفي شيء بتسعين التفاوت هذا إيش أصله؟ هل في المحلات العامة هذه غير المتخصصين في بيع النحل في يعني مثلا في عسل يقولك ألماني في عسل غابة سودا في عسل غابة خضرة ولا بيضة يعني هل هذه في شيء مثلا أنت تنصح فيه؟ ولا حكمك تقول العسل اللي بيأتي وهو عبي عن طريق المصانع وهذا شيء معروف وهم نفسهم يدركون ذلك أهل هذه المهنة من اللي هم يعملون في مجال التعبئة والتغليف لابد أن يعرضوا العسل لدرجة حرارة حتى يصير لزج وسائل بشكل جيد هذه البسترة أو درجة الحرارة اللي بتعرض لها العسل أحيانا بتصير عالية لدرجة أن الأنزيمات تتكسر يفقد العسل كثير من خواص الدوائية فالأعسال التي عبئت عن طريق المصانع المصانع الأوتوماتيكية الكاملة وليست النص أوتوماتيك هذه بتتعرض لحرارة فمعظم الأعسال اللي بتجي من برة بيكون فيها نقص في قيمتها الدوائية أحيانا بتكون مصادرها العشبية مصادر العشبية صحيحة وما فيها أي مجال لا تعرضت لأي شيء ولا تعرضت لأي مداخلات من مواد أخرى يعني تدخل عليها ولكن هذه العملية تأثر عليها وأما الأعسال اللي بتنتج وما تتعرض للتسخين ما تتعرض لسوء في التخزين ولا هناك أدوية توضع للنحل أو توضع للمحالين أو يوضع لها محالين هذه بتكون بإذن الله أعسال أخذ وضعها في تكاملها لكل التركيبات الموجودة فيها من فتمينات ومعادن وبعض المواد اللي بتكون خفيفة وممكن إنها تتلاشى مع احتكاكها بالمحيط سواء في الإناء نفسه أو في بالتسخين جميل طيب أفضل طريق لاستخدام العسل كمقوي للمناعة كمقوي للمناعة طبعا أخذ العسل عن طريق الماء ملعقتين عسل مع ماء فاتر تقلب جيدا تذوب وتشرب هذه أفضل طريقة أخذه بالماء ويستمر عليه لمدة يعني طويلة ولو يستمر ما كتب الله له هو أفضل نعم جميل طيب الاستحلاب ممتاز الاستحلاب يعطيك نتيجة أروع من لكن أخذه مع الماء بيصير هناك تركيبات أكثر جميل لكن الاستحلاب بتدي طاقة أسرع لأنه عملية الامتصاص عن طريق الودد وامتصاص الجسم للسكروزات الموجودة والفاتمينات والحجن الموجودة فيه هذه بتخلي الجسم بخلال 10 إلى 20 دقيقة يستفيد من العسل أو من جرعة العسل التي استحلبها جميل طيب خلط العسل مع غيره من المكونات يؤثر على مفعوله أحيانا بحسب المكون يعني لو مثلا انخلط مع مواد سائلة أخرى مثلا الزيت زيت الزيتون بيأثر عليه إجابا أو سلبا إجابا وبيديله تركيبة أخرى حب الشودة مثلا إذا كان مخزن فيها لا بيتفاعل إذا لم يستخدم في وقت محدود وتحفظ العبوة في إناء زجاجي وتوضع في الثلاجة أفضل حتى لا يصير فيه تخمرات وضع الماء لمدة طويلة ليسبب تخمرات خاصة إذا كان مع مثلا أي مطحون مواد مطحونة أخرى وهذه الإشكالات اللي ما عدا نوع العسل المؤاخذة ما عدا من متجات النحلة يعني إذا أنت خلط متجات النحلة إذا أنت بتخلط يعني حبوب اللقاح مع العسل إيه البروبليس مع العسل غذاء الملكات غذاء الملكات مع العسل ما في مشكلة ما في مشكلة لأنها هي أصلا مصدرها واحد لو دخلت عليها شيء من برة لو دخلت عليها مواد أخرى من برة ممكن تتفاعل معها ممكن تعطيك أشياء إيجابية أو سلبية أو سلبية فلا بد أن يكون هناك دراسة جميل لهذا جميل طيب جرثومة المعدة جرثومة المعدة جرثومة المعدة طبعا هو بسبب السوء النمط الغذائي وفي خبر عندنا هنا على قضية النمط الغذائي والسلوك أنا براك تعلق عليها بعد الخبر وحيجينا بعد شوية فإنت بس لو أعطيتني كده ممكن نأجل السؤال خلينا نجيب عليه مع الخبر الصحفي طيب تكيز في الأرحام وألم أسفل البطن وتقليل الدورة العسل مع الميرمية الدارسين اللي هو القرفة المغلي حقها المغلي الحلبة إذا استخدمت المريضة هذه الأشياء الميرمية الدارسين البابونج الحلبة تغليها وتحليها تبردها وتحليها بالعسل وتستمر عليها يعني في اليوم تأخذ لها أقل شيء ستة جرعات ستة أكواب بإذن الله سبحانه وتعالى تبدأ تنفضم عندها هذه كلها مخلوطة مع بعض الميرمية مع الدارسين مع الحلبة تحليها بالعسل تحليها بالعسل تطبخها تنقعها في ماء مغلي فيه ثم بعدين تصفيها تحطها في الثلاجة تأخذ منها كوب تحليه بملعقتين عسل تشرب كل أربع ساعات تأخذ لها كوب أو كل ستة ساعات بحسب الحالة هو بينظم عندها الهرمونات بعادل مستوى الهرمونات إذا تعادلت مستوى الهرمونات وعلى مدة ما يقل عن مرحلتين اللي هي مرحلتين للدورة يعني ستة وخمسين يوم ما يعادل ستة وخمسين يوم تقريبا أو أقل أو أكثر يعني ما يعادل الشهرين أو أقل من ذلك إذا استمرت هذه المدة بإذن الله تتخلص من التكيسات وكثير من المشاكل التي تكون موجودة في المضايض وتبدأ تنتظم عندها الدورة شكل جميل أفضل العسل السمر أو الطلح كلها فيها يعني كلها جيدة كلها جيد لكن عسل السمر له خواص تختلف كثيرا عن عسل الطلح وعسل الطلح برضو له خواص له وضعيته لكن جملة أنا بحسب أوضاعنا نحن في منطقة الحجاز منطقة الحجاز أنا أتصور أنه خاصة من يوم يعيشون في منطقة تهامة الساحل بيستفيدوا معسل السمر طبييا أكثر من غيرهم وهذه حكمة الله سبحانه وتعالى لأنه السمر هذه منابته سبحان الله هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من تربة أرضنا نعم بريق بعضنا نعم يعني نستشهد بذلك وكلام ابن القيم يتحدث عن ذلك أنه ما ينتج من البلاد أو من نفس البيئة يستفيد منه أهل هذه الأرض أكثر من غيرهم لذلك لذلك تشوف عسل الطلح بإنفع من هم يعيشون في في إطار منطقتهم موجودة الطلح أصلا ونابت يستفيد منه أكثر جميل طيب طبعا فيه تعليق بسيط طبعا نسبة الأحماض تختلف من هنا إلى ما بين الطلح وما بين السمر السمر رسبة أحماضه أعلى وهذا يحفز الغدد في جسم الإنسان أكثر والطلح أقل وكذلك كثير من المعادل والفتمينات تجدها تتفاوت ما بين العسل هذا وهذا تمام طيب كرمكم الله الإمساك للأطفال وللكبار أي السمر يعطي نتيجة وطلح يدي نتيجة والقرض والسيال تمام استخدامه استخدامه ملعقتين في كوب ماء بيستخدم في اليوم ممكن إلى ثلاث مرات إذا كان كبار في السن يعني عمره من 12 سنة أو أكثر وإذا كان أصغر فهو بيأخذ معدل مرة واحدة في اليوم إلى مرتين أما إذا كان طفل فهو إذا كان عمره فوق السنة سنة ونص ممكن يأخذ ملعقة واحدة من عسل السمر في الرضاعة مع الموية هذه بتلين بطنه وبتريحه جميل طيب يقول يسألوا بالله مرض العسل لمرض الربو لأن استعملت عسل مدري اش نوعه وتعبت منه وأبغى وصفة للربو المزمن الربو المزمن طبعا إحنا عندنا الحمد لله المملكة مملكتنا الحبيبة الحمد لله في عندنا غطاء نباتي عالي جدا عندنا عدة نباتات وأشجار تنمو في المملكة بتأدت نتيجة طيبة لأمراض الربو إذا وجد أو حصل هذا الأخ على عسل السرح عسل السرح بتديه نتيجة رائعة جدا خاصة إذا استخدموا مع ماء الزنجبيل ملعقتين من العسل مع ملعقتين موت الزنجبيل في كوب ماء يأخذها كل معدل ست ساعات أو كل معدل أربع ساعات لمدة خمس أيام حيشوف نفسه ارتاح إذا ما حصل على هذا العسل بيحاول أن يحصل على عسل الربيعي عسل ربيع الجبال ربيع الجبال بيكون فيها الضرمة الطباقة الشداب كثير من الأعشاب اللي بتنبت يسمونه هذا يسمونه عسل الصيف لأنه ينتج في الصيف فترة الصيف لكن هو حقيقة الربيعي جميل أو ربيع نجد ربيع نجد فيه برضو أعشاب رائعة جدا زي الخزامة البسباس اليهق هذه كلها أعشاب بتدي نتائج طيبة للجهاز التنفسي واستخدامه بالتبخير هذا العسل بيعطي نتائج أفضل من أخذه مناولة استخدامه بالتبخير أفضل خاصة مع البروبليس جميل خليني أنا أخذ الجولة الإخبارية وأرجع أكمل الأسئلة بعد ذلك مشاهدين الكرام جولة صحفية ثم نعود ابقوا معنا يوم الجديد جمرك مطار الملك خالد الدولي بالرياضة يحبط محاولة تهريب كمية من العاج الأفريقي عبر المملكة إلى خارجها بعد العثور عليها مخبأة ضمن أمتعة الركاب اطلاق نار على دورية بالعوامية وإحراق أنبوب للنفط بعد شهر من الاختفاء الغامض للمبتعة السعودية عبدالله القاضي كشف أمس أن ثلاثة أمريكيين من أصول مكسيكية تآمروا لقتله فيما يرجح أن السرقة كانت دافع الجريمة تصنيف مطار الملك عبدالعزيز بجدة كثاني أسوأ مطار في العالم يثير استغراب هيئة الطيران المدني مؤكدة أنها فتحت تحقيق في الموضوع ممثل الاتحاد الدولي للمهندسين يشير إلى أن 90% من المشروعات تقبل المملكة بدون مهندسي سلامة ممثل بمناسبة يوم الغذاء العالمي المشرف العام على الإدارة العامة للتغذية بوزارة الصحة يؤكد أن المملكة تعد من أكبر الدول المستوردة للأغذية وأن ظهور أمراض كثيرة مرتبطة بالنمط والسلوك الغذائي الخاطئ أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام شيخ الكريم كان هنا الحديث عن آخر خبر يتكلم عن النمط السلوكي والغذائي الخبر كان يقول أنه أكد فيه المشرف العام على إدارة العامة للتغذية بوزارة الصحة مشاري من حمد تخيل أن المملكة تعد من أكبر الدول المستوردة للأغذية يعد المجتمع السعودي من المجتمعات الاستهلاكية للغذاء في العاون الأخيرة شهدت ظهور أمراض كثيرة مرتبطة بالنمط السلوكي والغذائي التي تشير إلى سوء التخذية ولا رأسها السمنة السكري ضغط الدم أمراض القلب تسوس الأسنان نقص فيتامين دال فقر الدم الغذائي ويتنام تأثير ذلك والخبول في يعني هذا التصريح يمكن يأتي كانت هذه التصريحات وهذه الأخبار يمكن مناسبة احتفالات منظمة الأغذية والزراعة باليوم العالمي للغذاء أختير لها موضوع شعار يعني يوم الغذاء الزراعة الأسرية إشباع العالم ورعاية الكوكب للإعلام إن شأن الزراعة الأسرية والمزارعين يعني ممكن هذا قد يكون في بيئات دون بيئات يعني طيب وكنا نحن نتكلم كان في سؤال وقلت لك أنا نأخره إذا ما تكلمنا في تثومة المعدة قلت هذا بسبب يعني السلوك الغذائي السلوك الغذائي وسوء التربية طيب أنا أبغى بسهل الموضوع هذا أبغى منك تعليق الحمد لله بالنسبة لهذا الأمر حقيقة نحن مثل ما تفضلت الأخ مشاري الدخيل نحن نستورد الأغذية ولا نستطيع أن نميز هذه الأغذية ولذلك الأغذية التي يستهلكها الناس في المملكة لو كان مصدرها معروف حتى لو أنشئت مشاريع خارج السعودية لتفادي التكاليف والإصراف في المياه الجوفية أو توجيه المزارعين وتقويتهم لإنتاج الأغذية المناسبة التي ليس فيها تلوث من المبيدات المبيدات الحشرية المبيدات الورقية الفطرية المبيدات الفطرية هذه كلها لها تأثير سلبي على الإنسان ولو بعد حين ولذلك صدر القرار من الديوان الملكي ولوزارة الزراعة بتأييد بتأييد الزراعة العضوية وإنشاء نظام خاص بها وتشجيع المزارعين في هذا الباب وهذا حقيقة تشكر عليها الوزارة وجزاهم والخير الدولة مهتمة بهذا الأمر جدا لأنه الأساس هو الغذاء الصحة لابد أن يكون قبلها الغذاء السليم يكون الصحة بإذن الله في المقابل طيب كان في تفاعل من المزارعين في موضوع الزراعة العضوية يعني هم يقولوا المزارعين كنا نسمع شكاو أنه يقول لك والله يكلفنا غالي وبعدها لما نجي السوق غالي والناس ما تبغى الغالي تبغى الرخيص الآن الحمد لله يعني بدأ الناس يعون هذا الأمر طبعا إذا استطاع وإذا تعرف الفرد والمجتمع على أضرار الأغذية اللي بتلوث بالأدوية الكيميائية بيدرك مدى عمق الضرر عليه طبعا معظم الأمراض هي جراء التلوث في هذه الأغذية التلوث الكيميائي جميل إذا استطعنا نحن أن نوقف هذا الأمر بإيجاد التغذية والاكتفاء الذاتي من هذا الغذاء الحمد لله الحمد لله والناس بتتعرف على ذلك وإذا بدأ المزارع يتمرس في هذه المهنة ستكون التكلفة أقل من تكلفة الزراعة العادية اللي ممكن استخدم فيها الأدوية الكيميائية جميل جميل طيب خلينا أرجع لجرثومة المعدة جرثومة المعدة هي من تراكم هي من السلوك الغذائي وتراكم الأطعمة وعدم تخلص الجسم من الفضلات بالطريقة الصحيحة طبعا في الزمن هذا معظم الناس يستخدموا دورات المياه الإفرنجية وهذه لا يكون هناك ضغط طبيعي على القولون الصاعد والقولون النازل في جسم الإنسان لأن الجلسة العربية غير الجلسة على الإفرنجية في الجلسة العربية طبيعي جدا بينضغط الفخذين تضغط على البطن وبيصير الاسترخاض التخلص من الفضلات بشكل سلس طبيعي بدون تكلف بقايا الفضلات لاستخدام وأنا بأنصح كل مرضانا اللي بيمروا علينا بننصحهم دائما استخدم ولو مرة واحدة في اليوم الجلسة العربية إلا إذا كان رجل أو امرأة مريض ما يستطيع أنه يثني رجليه هذا موضوع آخر فهو يستعمل الملينات دائما للتخلص من الفضلات عدم التخلص من الفضلات بشكل جيد بسبب الجرثومة لتراكم الفضلات والتخمرات السيئة التي تظهر في الأمعاء أخذه للغذاء باستمرار إدخال الطعام على الطعام وهذا شيء منهي عنه بيأثر عليه عدم شربه للماء عدم أخذه ياخد فترة يعني كافية حتى يشعر فعلا بالجوع نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع لا يملأ بطنه تماما وهذا المراد في الحديث فهذه العادات إحنا افتقدناها لذلك كثير من الأمراض هي بسبب السلوك الغذائي إلا إحنا بنعيشه وما بنحاول نعدل هذا السلوك في ذاتنا جميل طيب هذا برضو أخي سيقول مشكلة انتفاخات في البطن ومعها يصاحبها كرمك الله رياح خاصة الصباح يكون متعلق بنفس الموطوع هذا لذلك طبعا إحنا في الطيبة البديل عندنا مختبرات خاصة ما بنقول والله روح سوي تحليل بنقول يعني مثل هذا كان هو الآن بيشاهدنا أو كل أي شخص أي واحد بيعرف مدى التخمرات الموجودة عنده في الجهاز الهضمي من خلال من خلال مسحه خلف الأذن بالطريقة هذه وشما بيعرف إذا كان في مثلا إذا مجردنا إذا في تخمرات مزعجة وهي اللي مسبب عنده الانتفاخات والغازات والاضطرابات الهضمية يجد أن انعكاس هذه التخمرات رائحتها تنعكس على خلف صيوان الإذن مجرد أنه بيصبعه يدلك المكاة ويشمه ويدرك أنه هذه رائحة بطنه رائحة غير جيدة بيعرف أنه في تخمرات بيأخذ أي مسحل يشرب زيت الخروع يأخذ سنة مكي يستخدم العسل مع خل التفاح عدة مرات يشوف الشيء الذي هو يناسبه لأنه كل إنسان له وضعية مختلفة عن الآخر وهذا يتحمل السنة المكي وهذا ما يتحملها هذا ممكن يتحمل شيء أكثر من السنة المكي فبذلك هو يستطيع أن يقيم نفسه طيب الأسئلة كثيرة وبقائنا دقيقتين إذا قدرنا نأخذ بسرعة من المغرب العربي يقول أسماء العسل عندكم لا تشبه الأسماء عندنا هل في فكرة للترجم مثلا أو هذا شيء متعارف عليه في العالم العربي بعض الأعشاب التي تشبه لا تكون معظفة عندهم نعم هي العشاب هي نفس العشاب تقريبا نفس العشاب الموجودة في المغرب الأسماء عندهم تختلف عن الأسماء عندنا عندهم مثلا إكليل الجبل يحنا نسمي عندنا الظرمة هو إكليل الجبل كثير من الأعشاب موجودة عندهم أنا مسحت المغرب العربي مسحت كثير من جباله واخدت فيها فترة طويلة للأعشاب وشفت الأعشاب وصورتها مثل الغطاء النباتي متشابه ما في إلا بعض الأعشاب أو بعض الأشجار اللي لم يكن موجودة عندنا بتكون موجودة عندهم وأحيانا العكس طفل عمرو ثلاث سنوات يعاني من ارتخاء العضلات هل هناك وصف لعلاجه نعم هذه لسعى النحل بدي نتيجة طيبة عمرو ثلاث سنوات إذا ما عنده مسببات أخرى من ضمور في خلايا المخ أو أسباب أخرى معثرة عليه فهو بإذن الله لسعى النحل بدي نتيجة طيبة منتجات النحلة تدي نتيجة يعني لا بأس بها إن شاء الله ويتحسن إلى حد ما طيب عسل الكراث أين يوجد؟ عسل الكراث هو موجود في جبال المدينة موجود في الجبال في منطقة جيزان موجود في معظم المناطق بعض الجبال في جبال السورة فيها طبعا هو نوع من الصبار سداس الأضلع له هو شوك يطلع منها مادة بيضاء لها قوام حار جدا عسلها نافع جدا للجهاز الهضم جملة ولو أثار إيجابية في كثير من الأمر من الأرق الأرق استعمال العسل مع ماء الورد أو زيت الخزامة الطبيعي وليس الكيميائي بيعطي نتائج طيبة وأخذ عسل الكتاد للأرق أو عسل السدر إلا ما فيه أي مضافات أخرى بيعطي نتائج طيبة كذلك طيب المخرج يقول لي شكرا وأنا بقول لك شكرا بس بعد التهاب الإذن والجوبة الأنفية طيب التهاب الإذن والجوبة الأنفية جهاز التبخير للعسل والبروبليس بدي نتائج طيبة قطرة العسل في الأذن وفي الأنف بتدي نتائج كذلك طيبة خاصة عسل الكتاد أو الطحية جميل الله يعطيك العالم شكرا لك شكرا لكم مشاهدين الكرام نعتدر أن ما مرنا على كل الأسئلة لكن يعني ما قيل إن شاء الله فيه خير وبركة هنا انتهت حلقتنا وما زال برنامجنا مستمر نلتقيكم على خير سلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشرقي يا شمس إنا باشتياق للصباح يومنا يوم جديد شق أذواب الكفاح شق أذواب الكفاح غنت الأطيار لحنا عنقت وجه السماء تبعث الشوق إلينا عبر ألحان الغناء كلنا فأل جميل ووئام وسلام ننشر البشرى بفجر جاء من بعد الظلام جاء من بعد الظلام يوم جديد